موسيقى النمسى تعتبر وضع المدنيين في غزة غير مقبول معلومات تشير الوجود جريمة قتل بعد العثور على أجزاء بشرية افتتاح وحدة للنظر في عنف الشرطة النمساوية الزتان أرضيتان تضربان ثلاثة مناطق بين النمسا وألمانيا تسجيل ٢٢٥١ حالة ضرر الناتجة على لقاحة كورونا وابتشاف ٩٦ طن من الأرز الهندي الملوث في فين مخصصة للمطاعم مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وصف وزير الخارجية النمساوية أليكساندر شالنبرغ الوضع في غزة بأنه غير مقبول داعيا إسرائيل إلى زيادة الدعم الإنساني وتكثيف جهود حماية المدنيين وأنهى شالنبرغ مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافس اليوم الذي انعقد حول موضوع إعادة بناء الثقة وأكدت وزارة الخارجية أن المنتدى يوفر فرصا للتشاور حول الجغرافية السياسية والأمن والاقتصادي والمناخ على مستوى عالمي وعقد شالنبرغ اجتماعات ثنائية مع وزراء من لبنان والسعودية تناولت الأوضاع الإنسانية في غزة كشفت التحقيقات حول أجزاء الجثة المكتشفة في قناة النهرية في فيهنة عن وجود أثار تعذيب على الجثة وذلك عقب العثور على أجزاء إضافية من جثة الرجل ويعتقد المحققون حدوث جريمة قتل بسبب التأثير الواضح على جثة الضحية وأعلنت الشرطة الخميس أن النتائج التقربية لفحوص الطب الشرعي الأولى تشير إلى أن الوفاة قد تكون نتيجة جريمة قتل وتم استخراج المزيد من أجزاء الجثة بواسطة وحدة القبرى الخاصة بما في ذلك الرأس ويتم تحليل الحمض النووي لتحديد الهوية مع مقارنتها بسجل الأشخاص المفقودين أعلن وزير الداخلية النمساوي جرهت كارنا عن إنشاء وحدة التحقيق في عنف الشرطة النمساوية وأعلن الوزير أن عمل الوحدة سيبدأ من الاثنين المقبل وكانت قد تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان وتهدف الوحدة إلى التعامل مع الاتهامات المتعلقة بالعنف الشرطي وتحسين الثقة في السلطة التنفيذية وتوقع وزير الداخلية أن تتمكن الوحدة من تسوية الاتهامات بشكل فعال بهدف تحسين وتحقيق استقلالية الوحدة وزيادة الثقة في السلطات فهدت منطقة تقاطع ثلاث ولايات تيرول وسالسبورغ إضافة إلى بافاريا في ألمانيا هزتين أرضيتين ليلة الخميس حيث بلغت قوة الهزة الثانية 3.3 درجة على مقياسي رغتر وكان مركز الزلزال على بعد 13 كيلو مترا من منطقة لوفا في بينتكاو وقد لحظة الهزات بوضوح حيث شعر الناس بالرعب ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار نتيجة عن الهزة الثانية وتم الإبلاغ عن الهزة الأولى بعد الساعة العاشرة مساء حيث بلغت قوتها 2.2 درجة ولم ترد تقارير عن أضرار في المباني بعد الهزة الأولى قالت وزارة الصحة النمسوية في بيان أن الإصابات الناتجة على لقاحات كورونا بلغت 2.251 حالة حتى نهاية العام 2023 ووفقا للبيان فقد سجلت حالتي وفاة بسبب تخثر الصفائح الدموية الناتجة عن التطعيم وشملت الحالات التي تقدمت للتعويض التخثر الدموي والتهاب عضلة القلب بالإضافة إلى التهاب دماغي وقد تم رفض 846 طلب واستلامي 340 طلب نفذ منها 281 تعويضا ثابتا بمتوسط حوالي 1900 يورو بالإضافة إلى إعانات تقاعد شهرية بمتوسط 5600 يورو و26 إعانة تقاعد دائما اكتشفت فرق فحص الأغذية في فيينا 96 طن من الأرز الهندي يحمل آثار مبيدات حشرات للأفات النباتية الضرة عند شركة توزيع كبيرة وقد تم سحب الكمية من السوق حيث وجد الأرز الملوث خلال فحص في مستودع شركة توزيع رئيسية وقدم التاجر تقريرا مخبريا عن الشركة من الشركة المصنعة الهندية يفيد بجودة الأرز ومع ذلك قامت دائرة التسوق بإجراء تحليل مستقل أظهر وجود تلوث فيه وكان الأرز الملوث مخصصا للتوزيع في المطاعم كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينا سلام ومسياتا سعيدة وإلى اللقاء